هذا فيه يكون فيه إفراط والتفريق فبعض الناس يضعون أن هذا التبرك من قبيل الشر ولكنه ليس بسائل التبرك سابق بكثير من الأرحادين والآساق هذا التبرك موجود كما في السجاء البزعيل البخاري رحمه الله تعالى أن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه لينما كان يكافر بين مكة والمدينة فإنه كان يتبخص تلت الأمتنى التي صلى فيها رفو الله وذلك شعرات النبي صلى الله قد قسمها على الصعابة فهذا التبرك ليس شركة ولكن الاعتماد على هذا التبرك فقط دون العمل لا يفيد إذا كان الإنسان لا يعمل صالحا ويستخدم الجمائن نستخدم الظنوب الآثام فإن هذه التبركات لا يغني عنه شيئا وهذا أيضا علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعطى قميصه المبارك لمن؟ لمن؟ لعند الله بن أبي المنافق الذي مات على النفاق لكن ألبسه قميصه ونفسه ريقه فيه ولكن لم يغني عنه شيئا وذلك إنما في نظري والله طبعا هو أعلم إنما فعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم مع فونه عالما بأن هذا ضجل قنافق ولكن فعله ذلك ليتنبه الإنسان أن هذه التبركات وإن كانت مفيدة ولكنها لا تغنيت شيئا إذا كان الإنسان يعصي الله سبحانه وتعالى فهذا هو الحق